مدرسة الهواء بما أننا نكلم على حاجة اسمها Reading for pleasure نحن نحب أنه أن النهاردة تم افتتاح معلل قائرة كتير فياريت الطلبة أنه لا تعبروش أن هذه أجازة نص سنة يبقى خلاص ناخدها راحة أو بريك لا يبقى يبقى فيه حاجة تانية اسمها Oversight Reading يبقى فيه قراءات جانبية تمام كده فياريت يبقى أخذين بالهم من الحاجات والمواعيد بتاعته على الأساس يستفيدوا من الكتب والقصص الموجودة حاجة بالإضافة للملحج شكرا للمسر عصام للمعلقات ونصنعنا أخرى نحن نعود مع نوعية ونحن نحن نشاهد ونعود نفس قراءات مصادر مردك نحن نتحدث مع بعض في الفصل الخامس ونحن نبدأ من الأساس ولكن نحن نستفيد ونصنعنا نعلم ماذا قد حدث في الهتدفع نشاهد من المساعدة نعم 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 نحن نسكب من المسرحية من المسرحية دوك ميكل تساعد في ترى أنتون الدموباء ومثلت ثلاثة أسراء فكرين طبعاً الغذر التي تبعت لأنتون الدموباء وطبعاً وطبعاً حدث رزندل أنه إذا لم يتحدث هنا سيكون مهدوحاً أو سيكون سيكون مهدوحاً لكي يكون سيكون مهدوحاً في هذا المدين طبعاً عندما يقولوا هذا كلنا نتفقين طلبة مدرسين وأبطل للمسرحية طبعاً تحديداً The wise man or the mastermind زاب تقول المارج وقاله بس ده مجرد فخ trying to get you into the net يحاول دوك ميكل يجيب لك وفي الحالة ديت If he kills you the game is over هو أي كده الموضوع يبخلص فطبعاً نتفرق أو نتذكر مع بعض How did رزندل insisted on meeting here The way that he He threatened that Threatened هنا بمعنى يهدد He told them that If I don't meet Antoinette tonight I'll leave the country tomorrow going back to London قالوا طب بس فيها بقى تهديد أوك خلاص But on one condition طب احنا شوفنا في الحلقة اللي فاتت الجزء بتاع الفيديوكليب كان مع فريتس مهم جداً نبقى فاهمين الفارق ما بين الفيديو اللي هو كان مساعد ميديا لنا نقدر نساعد الطلبة يبقى فاهمين الأحداث بتبقى أكتر في زهننا وإن تبقى موجود عندك تكست انت مطالب بيه في التكست ذات دي التفاقد عليها ونوه عليها مستر محمد فلو كانش حاضر حلقة اللي فاتت انا بجعلين جداً منه نفكرهم بس ان الاعادة دايماً بتبقى الساعة 12 بليل ان شاء الله بنرجع للحلقة اللي احنا قلناها هتعاد 12 ليلاً تمام؟ واضح ان مستر عسلام بيقول لنا كده ان كان there was a trap made for Rossendel but fortunately he escaped with the help of his mentality يعني مش هادر اقول ان سابت ساعد في القصة دي لكن with the help of Antoine de Moupin طبعاً ساعدته and now he is out the summer house he read his house back to the palace and there they received the rebert of the police chief طبعاً بعد ما وصلوا للأصر تلقى التقرير بتاع قائد الشرطة وزار الداخلية بتاعهم تعال نشوف كده on the screen what did the rebert say التقرير كان بيقول لي بيقول لي the rebert of the police chief or the chief of the police سابت read راسندل the latest rebert from the chief of the police سابت بيقر على راسندل آخر تقرير للشرطة تقرير بيقول that Michael left the capital and went to Zinda Duke Michael اللي هو Duke of Australia also left the capital and went to Zinda an hour later three of his men and didgett and didchard followed كنا عارفين طبعاً رجال التلاتة الأجانب اللي هما didgett and didchard followed him to Zinda didchard had a bandit around his arm لحظنا بقى ان didchard كان عنده اصابة واضح كده ان راسندل يعني زي ما قلنا من زمان اوي ان he was good at using a gun كان شاطر في استخدام المسدس استطاع ان هو يصيب didchard and didchard now had a bandit around his arm the ribert also said that people of the capital wanted the king to marry princess Flavia as soon as possible هناك مهم جداً ان يبقى ال king يعني يبقى متزوج استقرار الملك اصلاً باستقرار الدولة عشان كده all the time the people of Britannia wanted the king to marry princess Flavia على اساس ان يبقى يبقى في استقرار احنا عارفين طبعاً الشعب كما قلنا قبل كده all the country is quite a war that duke michael has ambitions عنده طموحات he wanted to be the king himself he wanted to get rid of his brother or his half brother and wanted to marry princess Flavia لكن هما شايفين الشعب شايف نعمل استقرار شوية the king must be married to the princess and this must be fulfilled very soon بشكل سريع حصل في موقف مصر الاصام during the round on the carriage one of the audience one of the public ask a question and Rasendil hoped if he knew the answer what was the question and what was the answer we have two questions that Rasendil couldn't have an answer for in the story but the first one is the most important one he is going to carry out the coronation for only one day and it's over during the coronation we finished and we finished and we finished along the ride during the ride one of the people asked aloud in the street when is the wedding for the natural that you are in the moment today it's not known for a week or two when is the wedding of Rasendil to himself I wish that Rasendil that we are here today because he is going to tell me how to answer this is the answer I don't think he is going to ask so he was not prepared when one of us told us that Rasendil was very lucky because two hours were to be kept today they are looking forward to the marriage the stability the stability the patience the stability it means ok let's give us a chance the king is the king in his own that he is going to change when is the wedding this was a crucial question asked by one of the people who were attending after the coronation that means he got a great deal to gain popularity among the people this is the first question أنه لم يكن لديه الإجابة الثاني كان أكثر مهمة نحن نحن في حال الفاتد عندما يتحدث كامل كان لديه بعض المساعدات و بعض المتحدة مع الناس مما كان موجود طبعاً عندما كان موجود طبعاً عندما كان فرنسي المساعدة لذلك سبب قاله إنه بخير حتى ريال كاملين تذكرون و تذكرون الأشياء نعم، شكراً، شكراً، شكراً وكما نرى أن يعني the people say if they didn't marry the princess she would marry the duke أو she should marry the duke شوفوا الدرجة دي اي بقى؟ عايزين فعل instability نخلص بقى من القصة وعلى ده ببعاً ده بيبين how much they love the princess قد ايه هما بيحبوا princess لكن نرجع بقى who is to make the plan who is to fulfill this who is mastermind here بالنسبة لنا؟ من الشخص المنوض بيب أنه فعلاً يرتب لكل الشيء له راسنديل ديروان to put himself in such a crucial situation راسنديل مش عايز يحط نفسه في موقف embarrassing ones لا، عايز يشوف القصة دي أصلاً يعني آه، عايز to save the king to save the country but he didn't want to say things that he would be blamed for حاجات يلام عليها فيما بعد especially the relation with the princess عشان كده شوفنا اني ساعت بيقوله prepare yourself for the bowl استعد بقى لحفل راقص bowl B-A-L-L حفل راقص I didn't ask you for this ما طلبتش منكم كده قال له طبعاً فريز يقوله everything is arranged كل شيء تم ترتيبه خلاص احنا جايزين بالحفل الراقص ده in which you'd ask or you'd make your proposal you'd ask your hand تطلب بقى ed princess Flavia انك هي تتجوزها طبعاً كل شيء ده وهم مش عارفين انقذ الملك امتى لكن ده شيء عشان to satisfy the people نرضي الشعب تعالوا نشوف الكلام بشكل مكتوب على الشاشة عندنا نعم بيقولني طبعاً if this didn't happen يعني لو ما حصلتش الزواج بين princess Flavia و راسندل اللي هو الملك طبعاً the princess should marry Michael a bowl had been hold the past possible from the verb hold for Flavia راسندل was supposed to ask كان منوب به طبعاً او المفروض انه هو يطلب ايدها to marry him ساب قال راسندل to ask the princess to marry him راسندل said he couldn't do it as it wouldn't be fair to the princess طبعاً الستة الاصلاً مش مطلوب منها انها يعني توفق او لا الفكرة طبعاً هي خلاص حكم ملكي المفروض انها تتجوز ابن عمها الملك لكن هو طبعاً شايف دمش من العادل بكاً 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 راسندل بكاً 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 بك담 هنا نكترح is he was an man of good nature ما هو طبعاً لماذا؟ قولنا لما بكاً انه رغم انه اجنبي يحاول وينقذ الملك وينقذ البلد كلها الروتينيا لكن بيبان اكتر دلوقتي he didn't want to ask princess Flavia he didn't want to take advantage of the situation مش عايز استغل الموقف he had the ability to get rid of سابت, فريدز and even the real king يخلصنو كل and be a king forever يستنى ملك للأبد لكن شفنا على العكس تماما and on the quite opposite he was doing his best to save the country سنشوف الكلام ده مستر أسام في الحفلة الحفلة الراقص كان تم ايه بالظبط شوف على الشاشة حباي بيقول لي the ball زي ما قلنا الحفلة الراقص was a great success تم بنجاح Flavia told Rossendel that everyone said that he had done a very good job انت كملك لغاية دلوقتي بتؤدي اداء ممتاز you are running the country very well he told her that someone once told him بيفتكر بقى كلام مين كلام Rose لو تفتكره بيقول له في شخص ما قال لي that a person who had a position in society had responsibilities تذكر كلام Rose لما قالت له ان there is a big difference between you and your brother شوفنا فيه فارق كبير جدا بينك وبين اخوك اللي هو طبعا زوجها ده كلام Rose كان بتقول له not only in appearance but also in personality مش بس فين مش بس في الشكل احنا عارفين راسندل طبعا كان عنده red hair لكن اصلا كان فيه الشخصية نفسها شوفنا راسندل بالنسبة للشخصية بتاعته كان all the time looking for opportunities لكن اخو كان دائما مدور على responsibilities يس ده وضع جدا بيفتكر الموقف يس عشان كده بنقول he also said that when he was younger he didn't realize that a position in society had responsibilities ما كانش مدرك تماما اني لما يكون عندك منصف المجتمع فاكيد ليه تبعات اللي هي مسؤوليات يعني he thought he didn't need to worry about society this is very very important so let me read it again هارا كلام ده مهم جدا تركزوا احباي كده راسندل thought he didn't need to worry about society مش محتاج يقلب خصي المجتمع why as he believed that was someone else's job ده وظيفة شخص آخر اني قلب خصي المجتمع can you consider mr. عصان that this is a fatal mistake اشتركوا في القناة انتظروا all能够 اشتركوا في القناة الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن الله لها إلا الله أشهد أن الله لها إلا الله أشهد أن محمد رفور أشهد أن محمد رفور أشهد أن محمد رفور أشهد أن محمد رفور يوم من رفور تفسير تفسير حي يا ربطان حي على الغلام حي على الغلام اشتركوا في القناة 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 فالرجل يقول بقى ايه يعني بقى عفوية زي ما قلنا اسليمه بالتانج بيقول اشتركوا في القناة 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 أبو مات ولان مملكة كين جداً، أبو مات لازم هو إبن بالك، especially he is the older, هو الإبن الأكبر. And he is the only one who belongs to the royal family. His mother was a princess. So he is coming to the role. هو الوحيد. He is the only one who is entitled to heir or to inherit the throne. الوحيد اللي هو موانوط بأن يارث العرش. تمام ده اللي احنا بنحاول نوضحه للطلبة. ان انت ازاي انت اصلا from the very beginning of your early life من حياتك الباكرة وانت لسه طفل صغير. اكيد انت عارف انك انت one day you'll be the king. هتبقى الملك. And after the death of your father you are now the king. ازاي تقول بقى انك انت مكنش متوقع لهم يجي. اللي اذا كنت انت اصلا مش ملك حقيقي. عشان كده هي استغربت. تمام؟ طيب. ماذا كان الانصر مستر عسان؟ ردو. He told here. I simply forgot what I was supposed to do. يعني ببساطة جدا هو بيفتكر ان في حاجات بيخطئ فيها. يقول اه ما عليش يعني. دي الغالطة اللي الواحد تعلم متوقع عاش. دي اللي اللي لحظت. زي ما بسموها كده ايه. A stop of insinuation. في لحظة اللي انقاذه زعبت. اه ده هنا بالنسبة لي. Instead of covering up. بده لما يغطي. العمية كان ايه غالوش على. اللي قالوا من كارثة طبعا. ده كان موقف هيكشف كل شيء. Instead of covering up. He was ready to tell her all about. The situation. About her future husband. About Duke Michael. يعني كان على وجهك خلاص. هو كده قال لك خلاص. انا اقول كل حاجة. هي عتارف يعني. He will tell her everything. طبعا. That happened. And that will happen. حاجة حصل واني يحصل. هيقولها بالضبط اللي تم باع. حط الامر في ايديها. لا هو الانجوز. ده تحديدا كمان. عشان ها مركزين عليه. متخدم عليه كويس اول فيلم. تمام. يعني لو احنا بصينا للرازندل. يعني تخيلوا كده. ده رازندل واقف. وبرينسس فليفيا. فلها فليفيا. وبيقطع. I am not. وهي كامل. شوف عني. تفتكر هنا لو سألني. What was the word. رازندل was supposed to utter to say. Yes. I am not the real king. اه. كان بقى كلمة. اه هي دي. The king. I am not. وإيه. كان بقى كلمة ايه. The king. تمام كده. لكن انت قلت لنا. Out of the blue. Some one appeared. اللي هو مين؟ سان. طبعا. طيب. سابت قال له. somebody wants to talk to you. حد عز اتكلم معاك. دخل رازندل. حط في دماء وقرار بقى. تفتكر هنا نرجع تاني. ولا خلاص الجيل بتاعنا. went too far. To the point that we can't go back. احنا وصلنا الوقت احنا ايه. نعرفش ايه. نعرفش نرجع. Yes. It was a great responsibility for him. and he is supposed to fill it to the end. مش هينفع حتى دلوقتي. مش هينفع ولي الاميرة. خلاص. موطري كامل مش ولله. تمام. يعني كانت حتى لو كانت النقطري اصلا ضدهم او ضده لكن باب سالحه بعد كده انه خلاص. he decided to go on playing the role of a king and to save the country. تعالوا احبايا برضو نشوف الكلام ده بشكل مكتوب عشان لو حد فيكم يدون حاجة عبر من هنا. بصوا مع بعض كده. بيقول لي. he also said that when he was younger he didn't realize that a position in society had responsibilities. he said that when he was younger he didn't realize that a position in society had responsibilities. he thought he didn't need to worry about society as he believed that was someone else's job. Flavia was surprised to hear that. she got astonished. she believed that Rasendel always knew. طبعا مش Rasendel العباي هو المالك طبعا. عارف انه دايما always knew that he would become king. Rasendel thought that he had made a mistake. اما تقول له ازاي بقى انت بتأكيد عارف انك انت من بداية حياتك عارف انك انت هيجي يوم وتبقى مالك. طبعا قدرك ساعتها ان ارتكب خطأ. ده بفكرنا بالخطأ اللي ارتكبه لما كان بيزور برينسس فلافيا. he kept Duke Michael waiting for a long time. instead of saying something to cover up. شايفين التعبير. instead of بدلا من. ان يقول حاجة يغط بيه على his mistake. Rasendel wanted to tell Flavia the truth. قرر بقى خلاص انا مش حاجة ارتكب اخطأ بقى. لا انا اعترف لها بالحقيقة. about himself. he wanted to warn her that the situation in Ruritania was not as good as she believed it to be. يعني اذا كنت انت تفكر الموقف ماشي كويس انا بقيت مالك خلاص والتتوك تم بسلام. وانه خلاص الوقت عام نبول وفيه proposal للجواز. لا القصة مش كده خالص. انت مدول وفيه انا بقيت مدول وفيه انا بقيت اولا بقيته. كلام دا كله طبعا راسندل مستعد يقوله. he believed she should know what had happened to her future husband. اللي يحصل للزوج المستقبل بها. اللي هو الملك الحقيقي. just as راسندل was going to tell at that very moment. الله ظلت to confess to own up. اللي اعترف بها بقيت الكلام دا كله. saft appeared. كما قلنا out of the blue. all of a sudden. فاجأة كده. saft ظهر at the door and told rassendl that someone wanted to see him. اسمع بقى في حد عايزك. كيف نقطع الحوار. راسندل realized that his game had gone too far to go back. خلاص. احنا وصلنا خط اللا عودة. احنا مشينا في الحوار بتاعنا. تمثيل دور الملك. ان احنا نعرفش نرجع خلاص. he couldn't tell anyone who he really was or they would think he was mad. تخيلها مستر عصام. يعني ان لو احنا جاء رسم دلوقان للناس بقى خلاص. يا جماعة ام نود the king. ام نود the real one. الناس عثت لك لا. انت بقى محجر عليه خلاص. انت بالفعل خلاص بقيت شخص مجنون. يعني they won't believe him. اذا كنا خايفين و احنا في الهانتنجلوج. ان احنا لو رحت انا مش عايز اقتنع بكلام سعب. مش عايز اروح. ليه؟ because i was afraid that somebody might realize. اذا تعملو دريال كينج. دلوقتي لا. دروانه نفسي. I myself if I say that I'm not the real king. people will not believe me. لو انا نفسي قلت نامشي منك الحقيقي. ناشبز ناس مش هتصدقني. طيب. ما رأيك بقى لو في الوقت ده. ينفع فعلا ديوك مايكل يقول ديوك مايكل. of course not. yeah. first. رسنتل perfected the role of a king. he played the role of a king so perfect. لدرجة تنسك الله خلاص اقتنعت. so at this moment if. if. and we say if. ديوك مايكل. has gone mad. تخيلوا كده مايكل الجنن. well this is not the real king. it will be a great job for him. ما تبقى سقطة. يعني شديدة لدوك مايكل. رسنتل already began to gain more popularity among his people. ابتدت الناس فعلا تحبوا. وابتدى يتصادق معاهم. وزي ما لنا مصر محمد في حالة الفاتة. he began to walk in the streets. bow to the people who greet them. he bought some flowers from a poor girl. that means that he is getting near to his people. فمايكل عشان يجي دلوقت يقول. this is not the real king. انا ستقول له. what. بتقول اي. this is not the real king. how do you know this is the real king. ما هو اللي ماسك مايكل. من الكلام داوت. he can say that he is not the real king. because he is going to condemn himself by kidnapping the other one. ما هي دي الستيلميت اللي نكلم عليها بانا حلقتين. فريتز اللي ما له اه احنا كده الاتنين ماسكين بعض. no other side can perfect the other. or can get or can beat the other. حنفضل ماشين وراء بعض. رغم نشوف حنوصل لغاية فين. وبالتالي يعني مايكل مش ساكت. مايكل he has his own plans. مجرد انو يمشي وراء اس. ويبعت وراء التراب. وخدوا بالكم. انتونيت. when she warned him that he is not safe in the country. اذا تخد بالك. في ناس بتمشي وراءكم كلام من دا. مش عارف ان الناس التانية. لالsecret surface. that has a science to protect the king. they are even followed by the other men by michael. so michael wouldn't think for a moment. مش ممكن michael يفقد اتزانو الزهني او العقلي للحظة. انتوني بإيجابة كان فعلا. this is not the real king. this moment he will lose a lot of his game and popularity among the people. انتوني بخير. انتوني بخير. اوه اردت فى اعشان عشان ماهي مصدى لانهي نعم. مرات. مرات أولا قاموا صدقوا روزندل. روزندل مزيزة ورائل. نعم. وكذلك وكذلك خطأت عضواتكم به. سوف أضع شيئا أضع شيئا اكتبا. سوف أضع شيئا. يبين لأن رسلت كان حقاً بأمان من الناس يقول هذا على سبيل المزاح يقول لسابت طبعاً يقول لسابت هل تعرف أن يمكنني أتحرك لأمان والدوك أرتب لهم أفسحهم لأخلص منهم طبعاً شفنا دائماً سابت النموذج للراجل البال اللي هو يعني الراجل العاقل الحكيم على النقيد طبعاً من فريدز اللي هو طبعاً فيه فيه حماس الشباب فبيقول له يس يمكنك فعل ذلك لكن أقتنع أنك في السلطة عندك السلطة أنك ممكن تعمل كده أنك فعلاً بكل بساطة نخلص من ديوك مايكل وإن نذهب للماء الحقيقة واستمر أنت ملك فإحنا كمان ممكن كسبت وفريدت يخلص مننا لكن هتعمل كده طبعاً كلنا عارفين يمكن حد يراها مصر الأسلام يبصك لأول واهلة يقول لك يعني قد يصدم إن راسندل يمكن يكون thinking about this يفكر في كده لكن لا إذا كنت تعرف راسندل يمكنك أن تعتقد أنه ستفعل شيئاً لا واحدة فكرنا راسندل فكرنا فيه كويس شفنا حواره ده الرجل ده فكر يا جماعة تكريفينج لشخصية أنه هو معش معها اللي هو جازف يس مش ممكن يعمل كده تمام لا نحن لازم نفكر ننقذ الملك هو بسرعة تعال نشوف الكلام ده ان ريتن يلا كده قدامنا بيقول لي امان اف برانسبلز راسندل تقول سابت that everyone really thought he was the king يس إذا كنت دي الناس كلها فكر انه أنا الملك لو أنا نفس وردتوهم انه ليش الملك هيقول علي مجنون خلاص أنا كده ملك إذن ده برانسس مش برانسس دي بنت عمه قارب حد لي تمام القلب ده احنا قفلنا خلاص he could even arrange for the duke أنا ممكن بقى دماغ تشتغل كده وروح ايه ارتب للا duke michael and the real king will make to be called اخلاص منه but he wouldn't do that مش هيعمل كده he also said he could not stand pretending to be a king أنا مش قادر استنى او مش قادر استمر في ان انا اكون الداعي ان انا ملك anymore as it wasn't fair for the people تخيلوا ادي ايه بيدرك او ادي ايه مهتم بمشاعر how thoughtful رسم دلواز بيقول it wasn't fair for the people of روريتانيا ده مش عادل لمصلحة الناس he didn't want to trick all the people he didn't want to play tricks on the people of روريتانيا مش عادل يخدع الناس حاضر حفل التطويق for the sake of the king and for the sake of the country لكن استمر اخدعهم ملك لا and it wasn't fair for the princess either princess في ليبيا الستة المغدوعة انا مش انا مش الراجل اللي هي بفكر انها تتجوز انا مش ابن عمها they couldn't wait any longer they had to go to zinda and rescue the king لازم نروح زندة وننقذ الملك طيب before going to zinda طبعا اكيد he has missions or jobs to do لو راسندل دل وات يا مسر عصام is going to go to zinda would he go alone to take it of course not of course not for sure he would accompany saft and the freds would they be enough but of course not because of course not لان احد الوقت يقع عندي راسندل وعندي سافت وعندي فريدز وانعرف المنطقة هناك بتاع zinda كلها الناس بايه طبعا ديوك مين مايكل ديوك مايكل اوكي يبقى عشان كل اذن اخد ايه اخد 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 عرض من الرجال كده انا عرفهم طبعا يعني 10 people strong brave men وطبعا people who we trust who won't ask questions مش يسألوا اسئلة مش رحين في المقيم منين يعني they would be satisfied if we just tell them a little excuse تمام كده طيب what about Flavia am i going to leave her alone and ديوك مايكل might do something dangerous to her طب who is to trust مستر عصام من اللي ممكن حط يعني البلد كلها to say that the country is in safe hands او من البلد كده في ايدن امينة من اللي ممكن في الصف بتاعنا دلوقت انا let me play the role of russendel between the practice of the king انا عبدال الملك دلوقتي وانا دلوقتي خلاص رايح امتاقم من ديوك مايكل في منطقة زندة وعايز to set the king free احرر الملك انت قلتلي اخد جيش صغير معي اوكي طب يوقع كل شي تمام طيب وكمان فيه طبعا زافيانسي اللي هي المفروض انت قلتلي اللي هي الوليس بقى الشرعي بعد راس انضل مش ديوك مايكل امين the princess fight in case the real king dies يع طب عايزك بقى تفسصلك كده وتقولي بالتفصيل هنعمل ايه اتفاض تمام بس احنا عايزين بقى قبل ما تجابع السؤال ده ام انا هارجع لورا شاب طرين بس اتفاض لاني هي اللي جابا متأسس عليه طبعا كل طلبة فكرة the moment that زابت told the freiler that the king's finger got into a door فبيسأله بعد ما عاد يعني قلوه انت ليه ما انت روش الحقيقة قالوا sometimes it's better for you to keep things secrets even among or from your best and most loyal men في اللحظة دي ابتدى يفكر صحيح هو رجلة مع حق يعني احنا متكلم هنا زابت is a mastermind فعلا بس رازندل began to learn the lesson ابتدى يتعلم وابتدى يرسم خطط he began to draw maps all these things كل الترتيبات المسر محمد قالوا زابت ما كانش متدخل فيها رازندل ابتدى how to know where to put your step ahead so he began to set a plan how to rescue the king in case that i have to fight with duke michael i will have to secure my path ما ينفعش اروح كده بندفاع لزندا ويالله بقى خناء في شارع وكلام من دلاء so he had to set some plans some well planned plans خطط محكمة first he should tell in case he doesn't come back he should tell who is responsible of the throne after him هو he went to princess flavia telling here in advance what he is going to do ويمكن حصل حتة موقف ضريف جدا يبين ان flavia قلبت في لحظة when he told here that he women اه women طبعا مايكل مرتب لي الحاجة والكام من ده انتو العرفة مايكل اه يعني فهي فعلا زي ما قدت له في chapter 4 بلكده your life became so important ورأدتها تاني في بداية الخامس في الاواخر هنا في اخر الخامس باربو be careful you are more important than ever انت بيت اكثر اهمية عندي قبل الا عموما عميل حسابك if I don't come back promise me to become queen شوفوا الترتيب يبين ان الانسان مش يعني مش هام والمنصب يعني احنا افترض ان هو الملك فعلا but if he has to face his brother and he might not come back so she will have to stand in for him ادي البديل بتاعه اوكي فليفيا هتسمع الكلام و هتكلم ولسه في شوية letters هتكلمنا احسر محمد بس انا عايزين نكمل بقية البلان هو فليفيا is not strong enough to do all this by herself مش هينفع تكمل اللي هو بيقوله لها دوت لوحدها مين بقى ده السؤال بتاع مصدر محمد احنا اخرنا شوية معلش هين he is the man in a charge master of arms the most important man of the army لازم يروح رايح على Marshall Strach طبيعي هيقوله فعلا نفس الكلام I'm going to Zinda I might have a fight with Duke Michael طبعا Strach لا تهم انت ايه this means a war لما يمكن خوش في حرب في الحالة ديت الجيش هيشير لليل مانفاش كلا so he told him first try to protect Frevia and not let anyone from Michael's men to come near here قالوا من حد طم يعني شايفين الراجل في الاول خالص he made a test for the king to see if he is going to be king for everyone now I think in my opinion رازندل has passed the test يعني بالعربي كده يقولوا انا رايح احط نقطة الحروف مع مايكل دولة مهم الشيء فعل للقسام اللي احنا فيها داوت in case I don't come back you will have to guard protect and back back معناها يسيند princess فليفيا make her queen if I don't come back and you are going to be the leader of strilsu واضح ان رازندل made a complete plan if if since went wrong this is the drawback لو في حاجة حصلت خطأ هذه البديل يبا في واحد بعد مستنين واحد قاوي is quite enough strong to do what has asked him to do great ده من الوضع بقى يعني مش بس يعني ده في كل البلدين حتى في الفيكشنل ان احنا يعني الصعاب دايما ملقاع لعاتق الجيش عشان كده برضو نزبت عيادة الشرطة طبعا خلينا نقول كل سنة وطبعا ومصر كلها في خير وكل رجال الشرطة الشرفاء طبعا وكل رجال الجيش العزماء المحترمين اللي بحافظ على بلدنا نواجله طبعا تحية في العيد طبعا ما هوش بس عيد الشرطة فقط لعيد كل المصليين وكل رجال واولاد الطيبين اللي بحافظوا البلد ده فكرنا طبعا ايه لان احنا ده ما جالي شفنا ديوك مايكل شفنا انه برضو بيعمل نفس يعني في خلافه مع راسندل راسندل كملك شفنا يسيبل برضو ايه البلد ده ما دخل حرب يسيب البلد تبقى موجودة محافظة على البلد اللي هنا طبعا في القصة بتاعتنا ريتانيا اوكي طيب عزنا نشوف كلام من مصر اسلام كلام رائع جدا عزنا نشوف بشكل مكتوب نبسه على الشاشة حباية بيقول لي 2 letters from مايكل and Antoinette في خطابين جايين طبعا ل فلافيا واحد جاي من ديوك مايكل والتاني جاي من Antoinette de Moupa راسندل راسندل راح للمرة الثانية بيزور فلافيا she told him that she had received twiliters اسمع بايا راسندل او يا مالك هنا ما تقعن مش راسندل هو رضل في ممكن رضل في الف بورغ تلقت خطابين one was from مايكل وده عرفا خطاب جايين من مايكل who had invited her to visit زيندا شوف مجرم ديوك مايكل الرجل ده بيعزمها ان هي تقض وقت ممتع بقى كده فين في زيندا تعالي روحي قد وقت في زيندا طيب والتاني the second was from طبعا هي بالنسبة للمتعرفش from who مش من مين بالضبط ماعرفاش لكن راسندل لما شاف الخطاب عشان كان ارى الخطاب بتاع anton de moupa before عشان كده قال لها انا عارف الشخص ده بس ماعلاش طبعا الاسم from anton de moupa who warned flavia anton de moupa بتحذر flavia not to accept any invitation اسمعي هيجيلك دعوة ما تقبلش الدعوة from michael and not to go anywhere without many guards ما تحوش طبعا اي مكان اللي اذا كان في حراس معاك طبعا راسندل طول ده flavia to pretend that she was ill so as not to go to زيندا يبقى شوفنا كده احباي اني flavia received two letters one طبعا هي بتعرض بما انها طبعا خلاص it's going to be the queen it's going to marry the king هتتجوز الملك بقى فبتقول له دلوقتي i received the two letters one from duke michael بتحكي طبعا لراسندل بنقصين كده الملك بتقول له ديوك مايكل wanted me to go to زيندا to have some rest what do you think رأيك ايه رجل طبعا بقول لها لا رفضي مش بس هو الوحيد اللي قال كده لا ده كمان قالها خطاب من انتون الدوم بها بتقول لها بقى برينسس فلايفيا بقى 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 ديوك مايكل would invite you to go to زيندا please refuse his invitation ارفض الدعوة بتاعته ما تروحيش طيب يعملوا اعذار ايه راسندل told her to pretend to be L خليك تقول لنا انا مريضة مش قدر اروح يعني طبعا هم يعرفين المعركة اشغالت كم بس مش عايزين تبقى تبقى فرانك كده يبقى العملية صريحة لا العملية يبقى كلها كده يعني كما قلنا under tables تمام طيب مسر عصام تفتكر دلوقتي اه اه ام انت قلت شوية ان لازم نقول لي فلافيا احنا رايحين فين تمام كده طيب انت عايزة دلوقتي تقول لي اذا كانت انتران دوموباء هلبت رازندل ماذا حدث بها يعني شفنا لست مستمر she is going on sending messages لست بتبعت رسائل warning the good side بتحذر الجنب الخير not to fill into traps أو to fall into traps ماذا حدث بها what happened to her do you think well i think she paid a lot for this help first Duke Michael surely recognized the whole thing يعني يعني قد يعرف انها ما زالت she helps him so she helps him him so he plans to take hair under his country custody or under his control يعني انت بتسعد يوم طيب اوكي طيب اوكي لازم نطلعك من السكة انت كمان حل لازم تخرج من الخلق طيب ده فين ما هو معروف المكان فين هو حطت تقريبا بوكس اي حد مش عايزه بيروح حدثه فيه فين the castle of zander بس طبعا مش هي ودي انتونيت في الكاسل نفسها ودي المانشن ودي المانشن يعني وضعها بس هم يكون بعيد عن البلد away from the people انا لا اكون عايزة اوصله ان الوقت ان احنا لاحظنا كده ان الرجل ده his power السلطة بتاعته appears at its most in zander يعني بشكل قوي جدا في zander شوفنا لو تفتكر كده في فصل اه في الفصل الاول ان الملك نفسه ذري ال king saying that بيقول ان my brother بيقصد طبعا Duke Michael invited me to the place where he haunts animals او haunts secret نعم احنا قلنا الhunting ممكن يكون للا animals وال persons اشخاص انك هانتي احباي انك تتوارد اذا كان فريس ايا كان الفريس ايا كان الفريس ايا يعني احباي اذا كان some people or some animals to capture فطبعا هنا كان يمكن يقولها بشكل عفوي لكن هو واضح فعلا زما انت قلت كده ان المكان اللي انت يا Duke Michael تصطط فيه الناس هو فين في زندا هو منطقة زندا فان دلوقتي كان زمان انت طبعا خدت الملك هناك اقناعته persuade him that you are preparing for the coronation and it was easy for you to kidnap him كان سأل تصطاده تمام لكن حظك وعش ظهر لك من راسندل عندك كمان انت عايزت تفرغ بقى العاصمة كما انت قلت كده ان الشخص المنط بانه ويمسك الحكم على طول هو مين برينسس فلافيا فانت عايز برينس فلافيا كمان انت تبقى under your custody or under your control انك انت انت تبقى انت تبقى تحت ايدك طبعا تحوطيها في ينت في العاصل تمام طيب لماذا لم يتبقى انتون الدموبا لماذا لم يتبقى انتون الدموبا يمكن علشان دي شخص معروفة ودي دولة تانية ونحصل مشاكل تمام تمام وكما انت حاليا ليست حترك وانت تبقى انه ليس جدا وشخص مرشان وشخص مير عظيمة وخافي وشخص موحي ونحن نظر وننظر أن رزادان دولة تخصى انتون الدولة فلن دولة تلك المنط برينسس وكان يترى لهم احنا لا نتحدث عن الخديق انا نتحدث عن شخص تافئ نحن نتحدث عن قلوان أو شخص الانتون الدولة واها لنا كان موجلة جنة بالكثقل لا يستطيع فقه لها وزنها لا يستطيع فقه لها وزنها لا يستطيع فقه لها تقتل هنا بالتأكيد سوف يقتل هنا هو أكيد سوف يقتل هنا لكن ليس دلوقتي لا يستطيع فقه لها ويمكن هذا حوار يبنت ولكن سوف نعملها جانبا بعدين طبعا هناك طلبة قرية القصة بسرعة تشوف الحوار بين الملك نفسه المسجون داخل القلعة وأحد الحرس طبعا ديتشارد عندما قد أخي أخي تقتلني؟ يقول لك لا تقرأ أنت لا تقرأ أن تقتل أنت ستقتل ولكن ليس وقتك فطبعا رد على السؤال مستر محمد تحديدا طبعا دي طبعا مش هيسيب حد أعرف حاجة عنه علاقات الحياة لذلك انتونيت بقت مشكلة بالنسبانه لذلك يتعامل معها لذلك بالراحة ويهدوه مقارب جديد الكنتوني سيطل دي موطر الأحداث ضربه وطحن وقريه وبنيع وكلام من دا نحنا نخرجك براء حكاية لتقطع الوصف بين أنتونيت و رازندل وليس في الراحة خالص وأقنعها ويلا بينا نتفسحها على زنده تروح زنده أفضل كنت بقى حسنا أنت ستعامل معك أريد أن ننطق على تحت يدي نعم طيب سريعا بصورة على الشاشة هنشوف زي ما قال مستر عصام الموقف مع ستراكنتش تمام بيقول لي افزت تو دا مارشل أو مارشل ستراكنتش رازندل تراستد مارشل ستراكنتش هي أسكد هم تغير برينسس فليفيا طبعا خلي برينسس فليفيا أمانة بقى and protect her from Michael's men he told him he was worried about the Duke's ambitions طبعا رسم باللصادة to go to زنده to save the king خلاص اطمأنن على الموقف ان برينسس فليفيا مش هتروح زنده في نفس الوقت كمان هيعميها المارشل وفي نفس الوقت هيبقى مسؤول عن البلد ككل ونتفرغ بقى للمعركة بين ديوك مايكل وطبعا رزندل and the good side لكن الكلام دا هتبقى for sure would be in a next or a second session and tell me to go again good luck and goodbye good luck and goodbye good luck and goodbye